السلام عليكم تحية كبيرة على المشاهدين دير تنجا 24 وكشكروا هذا الموقع هذا اللي كي واكب الأنشيطة والمهرجانات اللي كيتواجدوا في هذه المدينة والجهة الشمالية المهم بالنسبة للإعدادات دير المهرجان نحن في اللمسات الأخيرة إن شاء الله ياربين باش نوفروا للجو نهد المهرجان باش يكون عند تطلعوا عدس دي الجمهور الطنجاوي وجمهور اللي غادي غادي يحضر المهرجان من المغرب كامل مهم هاد السنة هدي يعني الدورة الثالثة فحاليا نقول لك شوية عنا واحد شوية دي الرحب بعد ما حضينا بشرف اللقاء مع سيد ولي سيلي عقوبي اللي يعني عبر الانخيرات ديالو في هاد المهرجان هاد وأكد على أنه غادي يدعم المهرجان ماديا ومعنويا غياد الهضراء هدي باركة علينا يعني تلجت الصدر ديالنا يعني كمنظمين دي للمهرجان هاد وأيضا ناسي عبدالله ويحته هو بدوره يعني حتى هو قلبه معنا ويمواكب معنا وكي تصل بنا مرة مرة كي كي سقصينا وش يعني فين فين وصلتوا في المهرجان كنتمنوا نكونوا عند حسن ضن هادو الناس اللي وعدو وضعو فينا تيقا منهم ويعني بدورهم وبدور بعض الشركاء مثلا في حل جهة وكالات تنمية أخر من الشمال وأيضا بعض الشركات الخصوصية كين اللي انخرط معنا وكين اللي بقي مواعد وإحنا كنتنتظروا للنتيجة وإن شاء الله يا ربي عنا إحساس على أن هذا العام هذين إن شاء الله سيكون مهرجان كيف ما بغينا أو لكتر كالنادي ولا الجمهور الطنجاوي أو المتواجب مدينة الطنجا لأن الطنجا الحمد لله يعني كتزخر بالمغاربة كاملين مرحبا بكم معنا هذا المهرجان هذا كان نتمنى وغنى 18-19-20 مايو اللي غتجي في أيام ديالرمضان إن شاء الله لأيام الأولى درمضان كنتمنى أنه اللي حضرتو كان وعدكم لأنكم ما غتندموشي غتنشطم زيان لأنك كين أسماء كبيرة وكين مفاجآت وكين فقرات مزيونة بزا فغتعجبكم يعني ما عليكم إلا أنكم تحضروا معنا وكنشكروا طبيعة الحل الشركة اللي نستقنى معها شركة التواصل كومشانيل إفنت مع السيمونير وحنة اللي غيتكلف في المسائل تنظيمية ديال هاد المهرجان هذا وكنشكركم بزاف تحية من الجمهور الطنجاوي وجمهور المغربي وإن شاء الله يا ربي الفنانة كاملين يعني كي وعدكم على أنهم غدا يكونوا عند حسن لكم عفوا وهذا الدورة إن شاء الله ستكون تحت شعار من أجل سياقة مسؤولة طبعة الحل اللجنة الوطنية الوقاية من حوادث السير حتى هي منخارطة معنا في هذا المهرجان بحكم أن الموضوع كيهمة وما يكونش مهرجان ضحك من أجل الضحك فغايكون عندو ميساج اللي هلي حشي منها يربي أجيو ترجمة نانسي قنقر